قدم مساء أمس رئيس تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين المعروف باسم كاساكا محمود علي سعيد حديثا صحفيا طلب فيه تنظيمات النقابية الشعور بالمسؤولية وروح الوطنية كما ناشد الطلاب بالاهتمام بالدراسة لضمان مستقبلهم نستمع إلى ما جاء في البيان في ميكروفون الزميل هارون أباد يعني أننا دائما ننادي بالسلام ودائما نقول المفاوضات والحوار هما الحل الأساسي لكل مشكلة أنهنا اليوم جاءت بلد متقدمة للنمو بلدنا ماشي للنمو وماشي للإزدهار عشان دائما كان مرينا بمشاكل خلينه اللوء بالطريقة السلمية دائما نطلبه بالأخص من النخابات يعني ما دائما يعني يقدره إلا الجانب المادي دائما يقوله نسو إضرابات عشان الراتب ماجع ولا عشان الراتب نقسو ولا عشان الراتب أخر خلينه كونه عندنا روح وطنية ونعلم تمام كونه اليوم مشكت دول أفريقية كلها المغرب العربي ولا أفريقيا الشرقية ولا الغربية ولا أفريقيا الوسطى كلهم قاعدين بمروا بأزمة اقتصادية والأزمة الاقتصادية ما بس وحدها في جات عشان دائما نطلبه من الجميع خليه تحله بالروح الوطنية وبالروح الوطنية نقدره نتفاده كل المشاكل خلي ما كل مرة يعني نصدر بيانات نقوله الناس خليه يمشوا للإضراب الإضراب كما شهده المتضرر الأكبر ياتو المتضرر ما الدولة متضررة متضرر الشعب لأن الدولة يقالي تخدم مصالها الشعب وكان هما قاعد تخدم المتضرر الأكبر الشعب عشان دائما المصلحة العامة المصلحة الوطنية المصلحة انت البلد خلينا خطوة لجدام خلينا خلو مصالحنا الخاصة خلينا نفهم الوضع الهسانين فوقه خلي ما نقوله دائما إلا مشكلتنا تكون الراتب الشعري الراتب الشعري صحيح حقت لكن بس في حالة البلد فوق أزمة اقتصادية وما أزمة اقتصادية وهذا فيه شعر خلي الناس كلها تفهم الوضع ده وخليه يكونوا يتحلوا بالصبر وبضبط النفس عشان شنو البلد اليوم مهتاجة للتنمية والتنمية اللي تجي إلا بدفع أجلة التنمية ده كلك شاعدين نكونوا وراء رئيس الجمهورية عشان نساعدوه والبلد تمشي لقدام في أمن واستغرار والرخي ما اليوم يعني ناس يسمعوا بعض من النخابات بعض من النخابات أصبحت معارضة بكل صراع أجندتها أجندة المعارضة بتبقوا كلام المعارضة والمعارضة هدفها ما تنمية البلد هدفها إلا الزعزة والبرجال عشان ده نطلب من المواطنين كل يكونوا حذرين وانينا ما بنسمع لأي أهد أهدا كان يعني يكون وراء النخابات يعني برجي واللي يجيب الزعزة والبرجال في البلد أميس أخواننا الطلبة يعني سوه مظهر يعني مظهر ما سمع من رواي أجانب جومينشاد مظهر موسف شديد يعني طالب اليوم وصل لهد الجامع وباجي قدام الملع قدام الجمهور أجانب باجوا بسكر الباب فوقهم وبإيط هدف طالب قرأ وين هدف هدف أصلا ما تاب الكرسيس النورمال هدف أصلا زول ما عند تربية زول عند تربية ذا بيحترم القوانين وبهيحترم الضيوف وبهيحترم الأخلاق ما باجي بيكسر اليوم عندنا بعض من الطلبة هدفهم الأساس إلا يكسروا ويهدموا ويدمروا نادم بدخولوا الجامع عشان يجري يكمل الليسانس بدل ما يسيفي ثلاثة سنة بسيفي تزعة سنة الطلبة بدل ما يفكروا في التكسير في التهديم والخراب خليه فكروا في مستقبلهم خليه فكروا في مستقبل هنا البلد لأن هم ركيزة البلد أنباكر هم التنمية هنا البلد أنباكر خليه خطوا الشي المهم ده هنا التنمية وهنا الازدهار وهنا التقدم ده جدام عشان ده هم بعدين أنباكر يكونوا صالحين ده المجتمع ويكونوا صالحين لتقدم الوطن الوطن شكرا للمشاهدة